هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم بسم الآب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين كرى ليس يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن ندعوك قائلين بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم وأغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن عيد المزنين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يا صلى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين يا الله الرحوم وهب الخيرات أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك في كل حال لأنك سطرتنا وسعتنا وحفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا في سلام بمخافتك باركنا وبارك شعبك بارك موضعك المقدس هذا أبدعنا كل تجربة وكل شر وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح آمين ارحمني يا الله برحمتك وبكسرة رفتك أمح معاصية اغسرني جيدا من اسمي ومن خطياتي تهرني أنا عالم بمعاصية وخطياتي أمامي كل حين إليك وحدك اخطأت واشتر قدامك صناعت أنت صادق في أقوالك ومبرر إذا حكمت وأنا في الاسم ولدت وفي الخطيئة حبلت بأمي احفظ حقك في عماقي وعرفني أسرار الحكمة تهرني بالزوف فأطهر واخسرني فأبيض أكثر من السلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي التي صحقتها احقب وجهك عن خطياتي وامحو كل أسامي قلبا طاهرا اخلق فيها يا الله وروحا جديدا كون في داخلي لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع روحك القدس مني رد لي سروري بخلاصك وارسل روحك مستندي ويعلم العصاطركك والخاطئون إليك يرجعون نجيني من الدماء يا الله أيها الإله مخلصي فيرنم لساني بعدلك افتح شفتي أيها الرب فيقود فمي بالتهليل لك أنت بزبيحة لا تصر وبمحرقة إذا قدمتها لا ترضى زبيحتي لك يا الله روح منكسرة والقلب المنكسر المنصحق لا تحتقره أحسن برضاقة إلى سهيون وابن أسوار أرشاليم فتصر بزباح صادقة بمحرقة وتقدمة تامة بعجول تقرب على مسبحك آللويا تسبحة الغروب من نهار السلساء المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطيانا أرفع عيني إلى الجبال إلى حيث ياتي عوني عوني من عند الرب خالق السماء والأرض لا يدع قدمك تزل لأن حارسك لا ينام حارس إسرائيل لا ينام حارس إسرائيل لا ينعس الرب حارس لك الرب زل عن يمينك فلا تؤذيك شمس النهار ولا يؤذيك القمر في الليل يحرسك رب من كل سوء يحرس رب نفسك يحرس من زواجك ومجيئك من الآن وإلى الآبال هاللويا فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب طقف أقدامنا هناك في أبوابك يا أرشليم أرشليم المبنية كمدينة توحد وتجمع بيننا إلى هناك تصعد الأصباط أصباط بني إسرائيل ليحمده اسم الرب حسب فرائده لهم هناك أقيمت عروش حكام عروش حكام بيت داود أطلب السلام لأرشليم قولوا ليسعد أحبائك ليكن السلام في أصوارك والسعادة في قصورك إكراما لإخوتي ورفقائي ادعو لك بالسلام إكراما لبيت الرب إلهنا أطلبه لك بالخاي هللويا إليك رفعت عيناي تكبرين علينا هللويا كفوا بخوف أمام الله وانستوا لسمع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة معلمنا مارل والبشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان مصابة بحمة شديدة فتوسلوا إليه من أجلها فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها فقامت في الحال وأخذت تخدمهم وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع وكانوا مصابين بعلن مختلفة فوضعوا يديه على كل واحد منهم وشفاه وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخوا أنت ابن الله فكان يسوع ينتهرهم ويمنعهم من الكلام لأنه عرفوا أنه هو المسيح والمكتول الله إسمكنا الصدقاء بالقهدي أخلوس فأين أظهر أنا الخاطئ تقول النهار وحر لم أحتمل لضعف بشريتي لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر لأني هنزى بالأسامح بالأبي وبالخطايا ولدتني أمي فما أكثر أن ننظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك وحب محبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اخفر لي أنا الخاطئ وارحمني جوة تريكي أيوكي أيب نرماتي أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللزات والشهوات وقد مدى مني النهار وفات فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتكر لرحمتك لأني إليك يا رب أصرخ بتخشع أخطأت يا بتا في السماء وقدامك ولست مصحيقا أن نضعي لك ابنا بل يجعلني كأحد جرائك كأنين كآيك استوسيون استونيون آمين لكل اسم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيئة بشوق واكتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت فهيئي لي أسباب التوبة أيها السيدة العزراء فإليك أتضرع وبك أستشفع وأياك أدعى أن تساعديني لألا أغزى وعند مفاركة نفسي من جسدي يحضري عندي ولمؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلع نفسي يا عروس بلا عيب للعريس الإلهي كريا ليسون كريا ليسون يا رب ورحب كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ورحم كريا ليسون كريا ليسون رحمنا يا الله كريا لأيسون كريا لأيسون اسمعنا ورحمنا كريا لأيسون كريا لأيسون يا ربو رحم كريا لأيسون كريا لأيسون رحمنا يا الله كريا لأيسون اسمعنا ورحمنا كريا لأيسون يا رب ورحمنا كريا لأيسون رحمنا يا الله كريا لأيسون اسمعنا ورحمنا كريا لأيسون يا رب ورحمنا كريا لأيسون كدوس 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 رب القوات السماء والأرض مملوعتان من مجدك وقرامتك ارحمنا يا الله يا الضابط الكل أيها السلوس الكدوس ارحمنا أيها الرب لا الكوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اخفرها لنا من أجل اسمك الكدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ولاك خطيانا واجعلنا مصحقين أن ندعوك قائلين بشكر يا أبان الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن وإضافة المزنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيحة صارة بنا أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مصحقين أن ننظر النور إلى المساء اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حيال المضاد وابطل سائر في خاخه المنصوبة لنا هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنكتازها أيضا بسلام وعفاف وننهر للتسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدوس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين ارحمنا يا الله صلى الله عليه وسلم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم القطاط الذي أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل المعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا ارشدنا العمل باصيات قدس أروحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقينياتنا اشفي أمراضنا واخفر خطيانا ونجينا من كل حزن رديء وعقلب احطنا بملائكة القديسين لكي نقوم بمعسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للسالوس القدوس الله الآب والابن والروح القدوس الإله الواحد آمين كل سنة وحضراتكم طيبين النهارده بنحتفل بختام شهر قلب يسوع الأقدس شهر يونيو وفي ناس كتيرة بتتساءل ليه بنعمل شهر لعبادة قلب يسوع ولكن قبل علشان نوصل لأهمية هذه العبادة في حياتنا علينا في الأول نعرف تعريف كلمة قلب لأن إحنا مش ممكن نفهم معنى هذه العبادة بمعنى الحقيقي أو الهدف منها لو ما كناش نعرف المعنى الحقيقي لكلمة قلب ولماذا أختيرك وموضوع للعبادة والإكرام فالقلب عموماً في الاستخدام البشري هو رمز العواطف والمشاعر زي ما بنقول مثلاً ده قلبه كبير على الإنسان اللي رحيم بإخواته اللي بيخفر لمن يسيء إليه أو بنقول ده قلبه حامي على الإنسان اللي عنده غيرة في العمل وفي الخدمة والرمز هنا حسب تعبير القواميس هو علامة مرئية لشيء غير مرئي أو ملموس والقلب يكون رمز للشخص كله بكل كيانه فقلب الإنسان هو رمز طبيعي لشخصيته وتعريفاً بنشاطه الكتاب المقدس بيحتوي على في عهده القديم والجديد تقريباً على 858 مرة بيستخدم كلمة القلب منهم 113 مرة في مزامير داود واحدة أما في العهد الجديد فالأناجيل ذكرت كلمة القلب سواء كانت خاصة بيسوع أو بالله أو بالإنسان 25 مرة ورسائل القديس بولوس أكتر من 50 مرة والسخدام تعبير القلب ليه أكتر من معنى فمنهم المعنى التجبيه أو المجازي زي مثلاً ما بنقول في سفر التكوين ورأى الرب إن شر الإنسان قد كسر على الأرض وإن كل تصور أفكار قلوبهم إنما هي شر في جميع الأيام فنادم الرب إنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه هنا قلب الله دا تعبير مجازي على الأسف اللي حصل في قلب الله تعبير مجازي على حالة الحزن لأن الله روح وما فيش عنده جسد مادي ملموس عشان نقدر نشوف قلب فيه كذلك في سفر الملوك الأول الله بيكلم الشعب بيقولهم لماذا تقص قلوبكم كما قص المصريون وفرعون قلوبهم وفي سفر أرمية أعطيكم رعاة على وفق قلبي فيرعونكم بعلم وعقل والتعبير كتابي عن قلب الله زي ما قلنا هو تعبير مجازي لأن الله روح وليس له قلب أو جسد التعبير دا بيستخدم الكتاب لتوصيل الحقيقة عن الله بصورة مجازية ويمكن استخدام نفس الفكرة عن قلب يسوع لأن يسوع هو ضياء مجد الله وصورة جوهره كما يقول كاتب رسالة العبرانيين الإصحاح الأول الآية 3 كذلك القلب له معنى رمزي أو نبوي فكل ما جاء في العهد القديم الرموز عن المخلص المنتظر وعن آلامه والذي قد تحقق في مجيء السيد المسيح وموته وقيامته سوف نجد أن هناك بعض التعبيرات التي قيلت عن قلب المسيح فمنها كالماء اللي جاء في مزمور 21 الآية 15 كالماء انسكبت وتفككت جميع عظامي صار قلبي مثل الشمع زاب في وسط أحشائي قد قسر قلبي قسر قلبي العار والشقاء وانتظرت من يرسى فلم يكن ومن يعزي فلم أجد المزمور 68 الآية 21 كذلك في المزمور 15 بقول لذلك فرح قلبي وابتهج لساني وجسدي أيضا سيسكن على الرجاء لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا كذلك القلب ذكر في الكتاب المقدس كتعبير عن حب الله للإنسان فبيقول في سفر التسنية الصحاح السابع لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب لزمكم من رب وصفاكم وإنما أنتم أقل من جميع الشعوب ولكن لمحبة الرب لكم ومحافظتي على اليمين التي أقسم بها لأبائكم أخراجكم من رب بيد قديرة وفداكم من أرض العبودية وبيقول أيضا اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا رب واحد فاحبب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أأمرك بها اليوم في قلبك سفر التسنية الصحاح السادس في نشيد الأنشيد بيكلم عن محبة الله للإنسان فبيقول أنا لحبيبي وحبيبي لي وبيقول في سفر أرمية الصح 31 من بعيد ترى أليء الرب إني أحببتك حبا أبديا فلذلك اكتذبتك برحمة إن كان إسرائيل صبيا أحببته ومن مصر دعوت ابني في سفر هوشع النبي وفي سفر هوشع برضو بقول إني أكتذبهم بحبال البشر برباط الحب وأكل لهم كمن يرفع النير عن فكوكهم وأمد له وأطعمهم وفي سفر أشعياء النبي يقول قال السهيون قد خزالني الرب ونسياني السيد أتنسى الأم مرضعها فلا ترحم ابن بطنها ولكن ولو إن هؤلاء نسينا لا أنساك أنا هأنزع لك في رسمتك التعبيرات التي جاءت على لسان المسيد المسيح كذلك في العهد الجديد تعكس عن قلبه وحبه نحو البشر فعندما رأى الجموع والزحام حوله قال إنني أتحنن على الجمع مرق السمانية وعندما رأى أرشاليم تلك المدينة التي أحبها وكيف أنها تحيا في خطاياها بكى عليها في إنجلوق الإصحى الساعتاشر في كل معجزات الشفاء وإقامة الموتة نجدها تعكس محبة رب يسوع وعطفه وحنانه حتى إن اليهود قالوا عنه أمام قبر العذر انظروا كيف كان يحبه لهذا دعانا بولوس الرسول لكي نعرف حب يسوع فبيقول في رسالته لأهل أفاسوس ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم حتى إذا تأصلتم في المحبة وتأسستم عليها تستطيعون أن تدركوا مع جميع القدسين ما العرض والطول العلو والعمق وأن تعرفوا محبة المسيح التي تفوق المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله هناك معاني كثيرة مباشرة ذكر فيها القلب في الكتاب المقدس خاصة في العهد الجديد فنجد في إنجيل متة توبة للأنقياء القلوب فأنهم يعينون الرب وفي إنجيل لؤة لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم وفي رسالة روميا لأنه بالقلب يؤمن به للبر وبالفم يعترب به بالخلاص من هذا هنا هذه المقدمة السابقة عن معنى القلب في الكتاب المقدس يمكننا استنتاج ما يلي إن قلب الإنسان هو عموما مركز العواطف ويعبر عن الإنسان نفسه إن تعبير القلب له معناه الرمزي أو التجبيهي إن كلمة القلب قد امتد معناها ليشمل قلب الله وقلب الإنسان إن الله قد أظهر بوضوح قلب المسيح المنتظر في كل النبوات التي ذكرت في العهد القديم على الرغم من عدم وجود نص صريح يذكر أي شيء عن قلب يسو أو عن إكرام لهذا القلب لكن نجد إننا هناك فكرة أصل لفكرة تقديم الإكرام لقلب يسوع وهي تقديم كل القلب لله والتعويض الكافي عن من البشر عن الخطايا والسهوات في مراحل تاريخية مر بيها إكرام قلب يسوع فنجد من الفترة الأولى أو العصر الزهبي من القرن الثاني للقرن السادس الميلادي العديد من مؤلفات أباء الكنيسة زي هيوبولوس الروماني ويسينوس الشهيد وترتليانوس قديس كيرولوس الإسكندري كثير من كتابتهم ليس فقط دافعت عن معتقدات الكنيسة ولكن حوط أيضا تأملات روحية عن قلب يسوع قلب يسوع الذي هو ينبوع الماء الحي الذي انسكب من جروح السيد المسيح عندما تعيناه بالحرب زي ما بنشوف في إنجيل يوحن السعطاشر لكن واحد من الجند فتح جنبه بحربة فخرج للوقت دم وماء وهذا تحقيقا لما أعلنه من قبل إن عطش أحد فليأتي إلي وأشرب يحن سبع في هذه الفترة أيضا تم نشر بعض الصلوات المخصصة للتعويض عن خطايا البشر في حق الله في هذه الفترة تم اكتشاف صليب المسيح وقامت القديسة هيلانة أم الإمبراطور في هذا الوقت بمجهودات كبيرة في تأسيس الكنائس في كل مكان ولهذا ظهرت في هذه الفترة الصلوات المقدمة للسيد المسيح وجروحاته على الصليب وامتلأت بعض التقوص السريانية والقبطية وغيرها بصلوات مخصصة لدم السيد المسفيح المسفوك من جنبه المطعون ومن ضمن ما جاء في هذه الفترة ما كتب عن نشأ السر العماد وسر الإفخارسية من هذا الجنب المطعون وعموما كان يوجد دائما في الكنيسة نوعا من الإكرام والعبادة المخصصة لحب الله الذي أحب العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي تكون لنا الحياة الأبدية الفترة الثانية بنسميها فترة عصور الظلام وهي من القرن السابع للقرن الحداشر اللي فيها سقطت الامبراطورية الرومانية في الغرب نتيجة لغزو البربر لها واندصر بعض الكتابات لكن الحمد لله أنه كان فيه أديورة رهبانية وأشهر رهبانة البندكت بندكتيين اللي أساسها قديس بندكتوس حفظت على تعليم الأباء عن الماء الحي للنعم السماوية والذي ينبع من جنب يسوع المطعون وهذا ما كتبه القديس بدييه والقديس بوتر الزميان والقديس أنسلموس الفترة الثالثة أو بداية العصور الوسطى اللي هي كانت القرن الحداشر والاثناشر برضو بنجد العديد من النصوص اللي توضح كيف بدأت العبادات الخاصة للقلب الأقدس وتم نشر تأملات في صفر النشيد الأنشيد اللي كانت الكنيسة ومازالت بتعتبر قصيدة حب الله للنفس البشرية وفيها أيضا تم الاعتراف هذه الفترة بإمكانية وضع الصليب وعليه المسلوب على المزبح في الكنيسة وتم تأليف بعض الترانيم عن قلب يسوع الأقدس ومن دمن الناس اللي عملوا كده أو اللي كتبوا عن هذا الموضوع القديس برناردوس الفترة الرابعة من القرن الاثناشر وحتى القرن الاربعتاشر الميلادي اللي قرن ده كان القرون دي كانت غنية بانتشار الرهبانيات اللي عملت على انتشار عبادة قلب يسوع ما غيرها من العبادات وظهرت فيها كتابات للقديس فرنسيس الأسيزي والقديسة مارجريت ماري والقديسة لوكارد والقديسة بن فانتورة ووجدوا بعض الممارسات التقوية ضمن رهبانيات الدومينيكان والبندكتيون اللي خصصت لجراحات السيد المسيح ومن بينها القلب الجريح كعلامة لجرح الحب وتم نشر بعض الصلوات لقلب يسوع الأقدس وفي تلك الفترة وحتى القرن السادس عشر بدأ انتشار إكرام قلب يسوع في هذه الأدورة في حدود ديئة وبداية من القرن الخامس عشر انتشرت الصلوات للقلب الأقدس في أنحاء عديدة من أوروبا ويرجع لرهبان لرهبانة الدومينيكان والفرنسيسكان الدور الكبير في انتشار الإكرام لقلب يسوع وكان للقديس فرانسوات يلاصال العديد من المؤلفات بهذا الشأن وقام أيضا رهبان الأباء اليسوعين بكتابة العديد من المؤلفات عن قلب يسوع الأقدس في هذه الفترة وجدت أيضا بعض الظهرات لسيد المسيح لبعض قديسي الكنيسة أمثال القديسة كاتريني السينائية والقديسة جورترودة وغيرهم والتي ظهر لهم السيد المسيح مظهرا لهم جراحاته المقدسة وبعد موافقة أصخفة الكنيسة بفرنسا تم الاحتفال بعيد القلب الأقدس لأول مرة يوم 20 أكتوبر عام 1672 يعتبر النشأة الحقيقية أو المركسفة أو المركزة بدأت مع القديسة مارجريت مريئة لكل ورسالتها السماوية لأنه هي اللي خدت أو ترأى لها السيد المسيح بطريقة ظاهرة وفعلية في فرنسا وأراها قلب الأقدس محاطا باللهيب وفوق علامة الصليب وندها قائلا ها هو قلبي الذي أحب البشر حتى تفانى لأجلهم ولا يلحقهم منهم سوى الجفاء والفطور وظهر لها مرة أخرى بجراحاته الخمسة اليد اليمنى واليد اليسرى القدم اليمنى والقدم اليسرى والجنب الأيمن وأعلن لها عن حب الإلهي اللامتناهي للبشر وطلب منها قائلا خففي أنت على الأقل من ألامي بالتعويض عن خيانات البشر بقدر ما تستطيعين وزجر لها السيد المسيح كيف يخونه البشر أمام حب لهم وتوالت الظهرات وفي كل مرة يظهر وقلبه ملتهب سجلت القديسة مارجريت ماري ألكوك هذه الرغبات والوعود وحاولت نشرها وكانت في حدود ضيقة حتى ماتت في 17 أكتوبر 1690 وفي عام 1833 ظهرت راهبة اسمها أنجيل دي سانت لا كرواء من راهبات القديس أغسينوس في باريس وقالت لرئيس الدير في هذا الوقت القديسة جيروم لماذا لا تخصص الكنيسة شهرا كاملا لتكريم قلب يسوع الأقدس إسوة بالشهر المريمي الذي بدأ ممارساته من القرن السادس عشر وبالفعل بدأ إعداد بعض القراءات والصلوات لقلب يسوع وتم الاستعانة بما كتبته القديسة مارجريت ماري وكذلك مرشدها الروح الأب كروازية وغيرهم وبعد موافقة السلطات الكنسية مثل البابا كليمانت السالس عشر والبابا بيسو السادس تم البدء في نشر هذه العبادة والتكريم في الأديورة والكنائس والعائلات في 11 يونيو 1899 أعلن البابا لون السلس عشر ضرورة تكريس كل المؤمنين أنفسهم لقلب يسوع الأقدس وقال هأنها اليوم مقدمة لنا راية أخرى هي بها رجاؤنا إلا ألا وهي قلب يسوع الأقدس الصاطع في وسط اللهيب والمرتفع فوق الصليب فلنضع به سيقتنا وفي أهد البابا لون السلس عشر وحتى البابا يحن بولس الثاني بدأ باباوات الكنيسة في حس العالم كله وخاصة المؤمنين الكاسوليك على تقديم الإكرام والتعويض اللائق لقلب يسوع الأقدس وضرورة التأمل بعضاء قلب يسوع وعجائب عطفه وحنانه نحو البشر هناك عديد من الرسائل اللي بتحس كل المؤمنين أن يكون حب يسوع ماسلا دائما أمامهم وأن نضع حب الله فوق أي اهتمامات أخرى دنيوية وضرورة ممارسة الرياضات والإكرامات الضرورية لنمو الحياة الروحية للوصول القداسة التي يطلبها الله منا الذي اختارنا فيه من قبل إنشاء العالم لنكون قديسين وبغير عيب أمامه بالمحبة زي ما قال لنا القديس بولوس في رسالته لأهل أفاس لا يمكن القول بتاتا أن عبادة القلب الأقدس قد ظهرت فجأة في الكنيسة نتيجة لظهرات السيد المسيح للقديسة مارجريت ماري ألاكوك ولكن سوف نجد أنه نتيجة لوجود العديد من الأشخاص الذين آمنوا بأهمية التعبير لقلب يسوع عن حبهم له وتعودهم عن تلك الإهنات التي لحقت به من البشر ولا غرابة في ذلك فتاريخ الكنيسة يحول عديد من ظهورات السيد المسيح من بعض الصعودي إلى السماء لبعض الناس لتلقينهم بعض الحقائق والسبق إيدعها للكنيسة زي ما عمل يسوع مع تلمزي عماوس إنجيل قديس لوق الإصحاح 24 عندما أخذ يفسر لهم من موسى ومن جميع الأنبياء ما يختص به في الأصفار كلها وكما ظهر الإشاول الترسوسي ويدعوه إنك إناء مختار لأمام الأمم والملوك وبني إسرائيل سفر أعمال الرسل إصحاح التاسع كذلك ظهر للقديس للملك قسطنطين وطلب منه رسم علامة الصليب عند حربه ضد الملك مكسانوس المشهود بعداء للمسيح وبالفعل انتصر الملك قسطنطين آمن بالديانة المسيحية وشيد العديد من الكنائس في هذا الوقت الزاد المؤمنين تقوى وإكرم نحو عود الصليب المقدس وظهورات السيد المسيح لبعض القديسين وإن كان قد استمر هذا القرن فما هي إلا تعبير حقيق عن محبة الله للإنسان ورغبته في عودة نفوس عديدة للإيمان بالمسيح مع تجديد دائم للحياة الروحية هناك ما زال خطأ كثيرون لم يعودوا إلى الله وما زالت هناك طواقف عدة قسمت الكنيسة جسد المسيح السري وهذا مما يسبب ألما للجسد كله وما زالت المادية التي هي الإله السائد بين البشر تحكم البشر الذين تركوا الله فحق ما قاله السيد المسيح عن علامات الأزمنة عن أن البشر عند اقتراب المنتهى ينقض بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كسرون ويدلون كسرين ولكن لكسرة الإسم تبرد المحبة من كسرين متى أربعة وعشرين إذن فعبادة قلب يسوع إخوتي العزاء أو تكريم قلب يسوع ما هي إلا رياضة دينية روحية موضحها هو قلب يسوع المتقد حبا للبشر والمهان من هؤلاء البشر ولا يمكن القول أن موضوع هذه العبادة هو هذا القلب باعتباره منفصلا عن أقنوم الكلمة المتجسد ولا أنها توجه فقط لهذا القلب بدون باقي نسوة سيد المسيح ولا أنها توجه إلى الجزء المادي من جسم المسيح المعروف باسم القلب ولكن إنما توجه إلى الشيء المرموز بالقلب وهو حب يسوع نحو البشر أليس هو القائل تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب إن العبادة لهذا القلب باعتبار أنه رمز لحب يسوع نحو البشر هو ضرورة لذلك قال أبولوس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنسوس إن كان أحد لا يحب ربنا يسوع المسيح فليكن مبسلا وهي أيضا استجابة لدعوة الحب التي يقدمها قلب يسوع المخلص لنا فهو الذي أحبنا دائما لكن الله لكونه غنيا بالمراحم والرحمة ومن أجل كسرة محبته التي أحبنا بها من هنا نجد إن عبادة قلب يسوع هي رياضة تأملية فيها نعبر عن محبتنا لهذا القلب المحب للبشر الذي بزل نزايته حتى النفس الأخير من أجل عودتنا جميعا لحضن الآيب ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين بسم الله أبوالي ابن ورواح القدس اللهم واحد أمين اليوم الثلاثين من شهر قلب يسوع يعيش الإنسان بالأمل أمال مختلفة متشعبة الويل له إن فقد الأمل فقد ضاع إن بعث الأمل في الإنسان أمر رائع ومهم والأهم من ذلك هو العمل على إنعاشه من أجل استمراره وعمل كهذا لا يتم بالكلام الصادر عن الشفقة بل يحتاج إلى قلب سخي مستعد للعطاء المستمر والعون الدائم والإرادة الصلبة لإتماما مهمة نجح فيها أم لم ينجح لقد عمل يسوع في حياته كلها على بعث الأمل وإنعاشه في النفوس فهذا مقعد يأمل أن يسير وذاك أعمى يأمل أن يبصر والآخر أبرص يأمل أن يضهر وحقق يسوع أمال هؤلاء وأمال غيرهم فصار المقعدون وأبصر العميان وتطهر البرص فإنتعش الأمل في نفوسهم ولم يكتفي يسوع بإنعاش نفوس هؤلاء بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما بحث في داخل النفوس التي رآها مريضة بالخطيئة فبعث فيها الأمل من خلال منحها الغفران محققا مصالحتها مع الله لقد شبه يسوع نفسه مرارا بالراعي الصالح الذي يبحث عن القروف الضال في البرية حتى يجده فيحمله على كتفيه ويعود فرحا لأنه محبه والمحبة بطبيعتها تسامح وتخفر لأنها لا تعرف الضغينة ولا الحجد بل العطاء والغفران يا يسوع أنت زل قلب الشفوق الكلي الجود والصلاح أنت تراني وتحبني أنت رحيم وغفور إذ لا يمكنك أن ترى الشقاء دون أن ترغب في مداواته ها إني أضع كل رجاء فيك وأصدك أنك لن تهملني وأن نعمتك تفوق دائما أمالي فحقق لي يا يسوع جميع عودك وامنحني النعمة اللازمة لحالتي وألق السلام في عائلتي وعزني في شدائلي وكن ملجأي طيلة حياتي وفي ساعة موتي إن كنت فاترا في إيماني فإني سأزداد بواسطتك حرارة أو كنت حارا فإنني سأرتقي درجات الكمال أنعم علي يا يسوع بنعمة خاصة أليم بها القلوب القصية وأنشر عبادة قلبك الأقدس وأكتب اسمي في قلبك المعبود كي لا يمحى إلى الأبد وأسألك أن تبارك مسكني حيث تكرم صورة قلبك الأقدس تأمل تأمل في نسيان البشر لإحسانات قلب يسوع الأقدس إن لم يقاصي الآن قلب يسوع كلوما وجراحات جديدة فإنه يقاصي إهانات غريبة منذ رسم سر محبته العجيب آهن ترى كم من الإهانات الشنيعة والإحتكارات الفضيعة احتملها هذا القلب الإلهي منذ كرون كثيرة وسوف يحتملها إلى منتهى الأجيال من المؤمنين وغير المؤمنين ومع هذا كله فقد شاء يسوع أن تحل فينا كلمة الله ويدخل بيننا نحن البشر ويستمر ضمن قلوبنا والإزدياد غرامه بنا فإنه تكلم بكلمات تزهل العقل فقال إن نعيمي مع بني البشر آهن يا سيدي ترى كيف يسلك معك هؤلاء البشر الناكرون والجميل أنك تنتظرهم ليلا ونهارا في مقدسك وتدعوهم إليك فتنجي الليالي والأيام والأسابيع بتمامها وهم لا يمتسلون أمامك بل إذا زارك بعضهم مدة قصيرة من الزمان كانت زيارتهم على سبيل العادة أو على عيون الناس أي نعم أنهم يحضرون أمامك وأما قلبهم لعمري قد ناء وابتعد عنك أنت لا تزال مفتكر فيهم تحت السر العجيب وكل يوم تقدم نفسك إلى الآب الأزلي ضحية عنهم وتزهر له قروحك أما هم فإذ يحضرون أمامك لا يؤدون السجود اللائق بل إلى عزتك الإلهية بل يجلسنا بدون احترام واحتشام وبهيئة يستحى منها بل يغجل منها الخطأ أنفسهم أولئك الذين ينكرون وجودك في القربان المقدس أصهر الرب للقديسة مارغريتا مريم كم تؤثر في قلبه الإلهي تلك الأفعال المنحرفة وكم يختموا من عدم التفاة قلب يسوع يا قلب يسوع حبيبي زدني حبا لك يا يسوع فادية إليك أسلم قلبي فضعه في قلبك فإني لا أريد أن أعيش إلا فيه فليكن قلبي قربانا لك يا يسوع لك أقدم هذه المسبحة لأستحق مواعيد قلبك الأجدس السر الأول أيها الآب الأزلي إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح السمين للغاية وفاءا عن خطيانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا يسوع الوديا المتواضع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا قلب مريم الحل كن خلاصي السر الثاني أيها الآب الأزلي إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح السمين وللغاية وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة يا يسوع الوديع والمتواضع القلب يا يسوع الوديع والمتواضع القلب يا قلب مريم الحلو كن خلاصي السر الثالث أيها الآب الأزلي إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح السمين للغاية وفاء عن خطايانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة يا يسوع الوديع والمتواضع القلب يجعل القلب أنا مثل قلبك يجعل قلب أنا مثل قلبك يجعل قلب أنا مثل قلبك كن خلاصي السر الرابع أيها الآب الأزلي إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح السمين للغاية وفاها أخذ خيانا والآب لإحتياجات الكنيسة المقدسة يجعل قلب أنا مثل قلبك 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 كن خلاصي السر الخامس أيها الآب الأزلي إني أقدم لك دم سيدنا يسوع المسيح السمين للغاية وفاءا عن خطيانا ولأجل احتياجات الكنيسة المقدسة يجعل قلب أنا مثل قلبك 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 يا قلب مريم الحلو كن خلاصي كيري يا ليسون يا ربنا يسوع المسيح أنصت إلهنا يا ربنا يسوع المسيح استاجب لنا أيها الآب السماوي الله يرحمنا يا ابن الله مخلص العالم يرحمنا أيها الروح الكدوس الله يرحمنا أيها السلوس الكدوس الإله الواحد يرحمنا يا قلب يسوع ابن الله الآزلي يرحمنا يا قلب يسوع المصور من الروح الكدوس في أحشاء الباتول يرحمنا يا قلب يسوع المتاحك جوهريا بكلمات الله يرحمنا يرحمنا يا قلب يسوع زلعظم غير المتناهية يرحمنا يا قلب يسوع هيكد الله المقدس يرحمنا يرحمنا يا قلب يسوع خباء الرب العالي يرحمنا يا قلب يسوع بيط الله وباب السماء يا قلبي يسوع آتون المحبة المضطرم يا قلبي يسوع منزيل العدل والمحبة يا قلبي يسوع المفعن قودا وحبا يا قلبي يسوع لجة الفضاء الكلها يا قلبي يسوع الجدير بكل تسبحه يا قلبي يسوع عمال جميع القلوب ومركزها يا قلبي يسوع الحاوي كل كنوز الحكمة والعلم يا قلبي يسوع مسكن ملء له يا قلبي يسوع موضوع سرور يا قلبي يسوع الذي منه فيض وأخذنا جميعان يا قلبي يسوع رغبات الأكام الدهرية يا قلبي يسوع الطويل الأنا والكثير الرحمة يا قلبي يسوع الغني لكل من يدعون يا قلبي يسوع ينبع الحياة والقادسة يا قلبي يسوع الضحية عن آثامنا يا قلبي يسوع الموضوع لأجلنا يا قلبي يسوع الموضوع حتى الموت يا قلبي يسوع الموضوع بالحربة يا قلبي يسوع مصدر كل تعزية يا قلبي يسوع حياتنا وقيامتنا يا قلبي يسوع صلحنا وسلامنا يا قلبي يسوع زبيحة الخاطئين يا قلبي يسوع خالص كل المتوكلين علي يا قلبي يسوع رجاء الذين يمتون في محبتك يا قلبي يسوع ناعم جميع الكديسين يا قلبي يسوع حماية مكرمك يا قلبي يسوع تعزية الحزانة يا قلبي يسوع قوة الضعف يا قلبي يسوع ملجأنا في يوم التاجربة يا قلبي يسوع قوة الضعف يا قلبي يسوع مستحق زبيحة قلوبنا 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 يا حمل الله الحامل خطايا العالم استاجب لنا يا حمل الله الحامل خطايا خطايا العالم ارحمنا كيري يا ليس يا يسوع الوديع والمطادع القلب اجعل قلبنا مثل قلبك يا ربنا يسوع المسيح يا من بمحبته ارتضيت أن تفيد على كنيستك خيرات قلبك الإلهية امنحنا قوة الآن نكافئ محبة هذا القلب الأقدس وبالقرامة الواجبة نعود عن الإهانات التي يفعلها جاحد ومعروف هذا القلب الحزين أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء انظر إلى قلب ابنك الحبيب وإلى الوفاء والتسابيح التي قدمها لعزتك عن الخطأ فاغفر لهم إذ يطلبون رحمتك وارضي عنهم باسم ابنك سيدنا يسوع المسيح الذي معك يحيا ويملك بوحدة الروح القدس إلى ظهر الظهور آمين خبر جاء في رسالة قلب يسوع الأقدس المطبوعة في بيروت سنة 1931 ميلاديا أن شابا كسليكيا تزوج فتاة غير متدينة ووعدته قبل زواجها بأن تتبع إيمانه غير أنها خالفت وعدها بعد زواجها بل دفعت زوجها على ترك الصلاة والتردد إلى الكنيسة أيام الأحد والأعياد لاستماع القدس وبعد حين رزقها الله ولدا فربته على أرائها ثم أدخلته في مدرسة لا دينية وحذرته من الذهاب إلى الكنيسة والتمسك بتعليمها التي كانت تعدها ترهات فتحنن قلب يسوع الأقدس على هذه العائلة وأراد هدايتها إلى معرفته والإيمان به فامتحنهما بمرض ثقيل أصاب فجأة ولدها وأوصله إلى الموت فحار الولدان في أمرهما واستدعيات طبيب وتوسلا إليه أن يعمل أي شيء في سبيل خلاص ولدهما أجابهما الطبيب ليس لديه واسطة لشفاء ولدهما غير عملية خطرة وعليهما بالصلاة لأجله ففهما أن الله الحنان إنما ضربهما بتلك الضربة الصقيلة بمرض ابنهما العزيز حتى يدعوهم إلى الصلاة وشعراء بقوة سماوية تحسهما على ممارسة ذلك الواجب بدون أدنى تأجيل لألا يحل عليهم الغضب الإلهي فذهبا معا إلى غرفة قريبة ورقعا أحدهما بجانب الآخر وشرعا يصلياني بحرارة ومنذ ذلك الحين صارا يصلياني كل يوم متوسلين إلى المولى الرحيم أن يمنح ولدهما الشفاء التام في سات مساء عاد الأب من عمله ورأى بغاية الدهشة صورة قلب يسوع معلقة على حائد بهو بيته فقالت لهم رأته أعطتني الراهبة الممرضة هذه الصورة الجميلة فصارا يصلياني أمامها يوميا بعد أيام قام الطبيب بإجراء العملية الخطيرة والتي نجحت كل النجاح فتحسنت حالة الولد من بعدها تحسنا غريبا وبعد فترة قصيرة شفي الصبي بالتمام تقدم لقلب يسوع يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطيائي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغسطك وأهنتك أنت ربي وإلهي المستحك كل قرامة ومحبة لا تنتهي ولهذا السبب وكل ثقة في شفاعة الكديسة مريم العذراء أقصد أن لا أعود إلى الخطيئة مرة أخرى وأن أهرب من كل سبب الخطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين إكرام اعطي صورة قلب يسوع لمن ليس له فيكون عملك هذا نوع من التبشير بعبادة قلب يسوع الأقدس نافذة يا قلب يسوع الأقدس توبني إليك فأتوب يا قلب يسوع الأقدس توبني إليك فأتوب يا قلب يسوع الأقدس توبني إليك فأتوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة